بس الأول لازم أخلص من البيت المحسوكة اللي فوق دي مش لازم تعرف تتنفس هنا أنا لازم أكون الكل في الكل صاحبة البيت الكلمة كلمتي والشورشورسي أجقى فقيت على صوت هانم أم أمير والسانيورة باجة بتشتغل ايه آم أنا بتكلميه أنا لا بكلم خيالك هو في حد هنه غيرك أنت جابت بتشتغل ايه ديزاينر ومودل ها تشتغل ايه يعني ما فهماش أنا من اللي بتقولي ده بشتغل في الموضة بعرض ملابس ايوي فهمت يعني أنت بتلبس الخلقات وتمشي تتمختر والكل تفرج على جسمك صاح الله ينور عليك يا حقا هو كده بالزبط يا حزني بتتكلمي عن جد الناس بتتفرج على جسمك يا واجة عمراب ربا وولدي راضي بك ده وانتو باجة متجاوزين ولا ميرو متجاوزني عرفي بس هو قالي أول ما ننزل مصر هتجاوزك رسمي في وسط أهلي لا والله ربنا المستعان احنا دلو وكف حزن كلامك ده سابج لأوانه أمير كان شايل نورما زي الفراشة فتح باب القودة وحطها على السرير بالراحة كأنها انقطعت زجاج خايف عليها من الكسر وقف بيصلها جامد وبيتأمل معالم وشها وكأنه بيحفر في ذاكرته ملامحك وايس وشك شبه الملايكة واللي يشوفك يقول ملك نايم يا طرم خبية اي ورى الوش البريق ده عملت ايه فاخويا خلت سيروح للموت برجله يا طرر اللي في بطنك ده أبو مين والله أنا شاف أنا عليكي من اللي هيحصل لك مني وفجأة لقى كوباية ميا رح ماسك الميا ورميها على وشها اتفزعت نورما وقامت فجأة انت ايه اللي بتعمله ده انت بتعرفش تعمع بنا قدمين ولا ايه ولو سمحت ما تخشش القودة بتاعتي تاني نعم يا حلوة سمعيني كده بتقولي ايه لأ فوقي كده واعرفي حدودك كويس أولا أنا أدخل القودة اللي تعجبني وفي الوقت اللي يعجبني ومش باخد إذن من حد ودي مش القودة بتاعتك انت مكانك في القودة بتاعتي بس الصبر حلو تشدت نورما نفسها من تحت ايده وقامت وقفتها السرير ايه واع كده ايدك وجعتلي وشي وانت عامل زي الطور الهايج من ساعة ما دخلت الصرايا ايه يا عم راكب قطر سواقه أعمى مالوش محطة فارمل نفسك شوية واعرف بتكلم مين وبتتكلم عن ايه ولا هو لوكلك وخلاص وشكلك بتقل في العشاء وبتحلم بكوابيس فوق كده من أحلامك عشان لو انت آخر راجل في الدنيا انا مش هتجوزك عارف ليه؟ عشان انا مش هتجوز تاني خلاص انا مش ورثة اخوك سبهولك فوق كده وصح صح وظن انك متحضر وعايش برا وعارف انا بقول ايه جواز منك مش هتجوزك وانا بقول لك اهو وبعد ما العازة يخلص انا هروح مع امي الصرايا عندنا حلو الكلام؟ وقف اميريا سقف بصراحة شو اللي عملتي ده تحفة تستهلي جايزة اسكر خلاص خلصت العرض بتاعك ومسكها من ايديها ونزلها من على السرير انا بقى هفرجك العرض بتاعي انا بقى ما بحبش الكلام انا بحب الفعل يا امر وسحبها ليه وطبع بوسع لشفايفها فيها كتير من الاسوة وفجأة خرق كلبش من ايده ويرابط ايديها في السرير ايه رأيك في الشو بتاعي؟ حلو؟ ممتع صح؟ بس ما تلكيش صوت يعني واكلك هيطلعلك لحد هنا وان سمعت ان حد سمعلك صوت هتشوفي وش عمرك ما شفتيه انا نازل اخد عزخويا اللي مات مأهور منك ومن عارك وبعدين اطلع تسل عليكي للصبح انسي انك تعرفي تنامي من اصله زمن النوم عدة وخلص يا قطة من هنا ورايح في جحيم امير امير وبس ايه يا رب العيلة لكلها وشوش تانية كلما اكلم حد يقولي اواريكي وشي تاني ايه في ايه؟ داخل زي تنين فاضل بس انك تطلع نار من بقك انت بتتكلم معايا كده ليه اصلا ومين ادلك الحق انك تلمسني ده انا هوذيك في دهية ازاي تسمح لنفسك تبوص مرات اخوك ده انا لسه حتى في شهور عدته انت ملكش حق تعمل كده ولا هيكون لك حق بعد كده وانزل كده على ارض الواقع عشان انا ما بخافش وتفضل فك الارف ده عشان انا ممكن اصوت ولم عليك كل الناس اللي تحت خلي بالك انا مجنونة اصلا بلاش جناني يطلع عليك قاعد اميره حتى رجل على رجلهم واستمتع بعصبيتها ورد فعلها خلصتي ولا لسه هاتي اخرك عشان اخر كلمة بتكون لي ما بحبش اي كلمة بعدها بصي بقى يا بنت الناس انت خروج من السرايا انسي عشان انسي خلص في حكم امراتي يعني انا اعمل فيك اللي انا عاوزه ومين بقى اللي قال اني امراتك ولا هتجوزك اصلا هو انا ما قلتلكيش انه مش بمزاكك ولا حتى محتاجين موافقتك هنا عندنا في السعيد ده عرف ارمالت الاخ بتتجوز اخوه عادتنا وتقالدنا كده مين اللي قال الكلام الفارغ ده مش هيحصل كفاء انك سرقته عمري مش حاسبه حيتسرق تاني قام امير فجأة من مكانه ومسكها من وشها لدرجة انه زرق في ايده مين اللي سرق عمري مين انت اللي سرقتي عمري اخويا وشرفه وانسي اني لك يا عمري بعد كده تعيشي انت هتعيشي هنا مزلولة زلة الكلاب لحد ما نعرف مين ابو اللي في بطنك وازاي تتلك الجراءة تعملي كده في شرف اخويا انا الوحيد اللي عارف سر اخويا اللي يرحمه وعارف انه مستحيل يخلف يبقى انت عملت ايه في شرفه انطقي مين اللي لو الشرف اخويا ولسه هيرفع ايده يمدها عليها اتفتح الباد ودخلت هايدي رحت حضنته فيه ايه يا ميرو كل ده غياب يلا بقى حبيبي فيه ناس كتير مستنيين وانا كمان تعبت ومحتاجة ننفع حضنك قوي شعرت نورما برعشة غريبة في كسمها من كلام هايدي وحست ان العالم كله بيخنقها ودربات قلبها زادت بصل لها امير وحس ان غيرتها واضحة في عانيها ابتسم لانه حس ان الشهور متبادل امير في سره حلوتك جتي على حجري دانها موتك بالبطيء حضن امير هايدي ويتبع بوسها على شفايفها دودو حبيبتي انزلينتي وانا جاي وراكي واحلى قودة في الصرايا هنفتحها عشان ننام انا وانتي حضنك وحشني قوي بس اخلص العزة تحت ونخش نرتاحي حبيبتي استغربت هايدي من طريقته لان ده مش اسلوب امير معاها اصلا امير اصلا جاف معاها افتكرت انها نجحت في خطتها نور ما في نفسها يا ربي إلا انا حسدة شعور بجد عمري ما حسيته صبرك يا رب انا تعبت معقول من دون الناس قلبي دقل الوحش ده لا ده ده اكيد وهم استحالة مش معقول ايه سانيورا سرحت في ايه اكيد سرحت في لا هيحصل لك مني اهدي علي بس اخلص من الناس اللي تحته وفضلك تفضلت خمدي ساعة وراجع والحساب يجمع انت هتنزل تحت وتسيبني كده وماله كده كده حلو ده عاسل ايه مش عاجبك كده تحبي تيجي في حضني ولا ايه انت هتسابل فك الكلبشات دي مش عارفة تحرك عاوز اخش الحمام وغير هدومي بلاش طولة لسان عشان رد فعلي وحش وانسي لازم تتقليمي على الوضع الجديد عشان القوضة دي هتكون زنزلتك يا قلبي لحد لحد يوم فرحنا وانسي معتقلة هنا نورما جت لها فكرة في دماغها انها تخلص منه طب فقني ادخل الحمام بس شاطرة وانسي هادية كده حاضر يا جناب البرنسيسة لما نشوف اخرتها فتحك كلبشات ووقف مستنيها تخرج من الحمام امير في نفسه يخبر على رقيتها لك حق يا اخوية عشقها الله يرحمك يا حبيبي صدقني حقك مش هيزيع وحفظ وراها لحد ما عرف هي غلطة مع مين دخلت نورما الحمام وقفلت الباب ورقها دماغها نزلت بغزارة على حالها وعلى احساسها الغريب وعلى قلبها اللي مش عاوز يبطل ده بدأت تعنف نفسها على احساسها الغريب اتجاه امير وقالت لنفسها كيف هي دموع انا لازم افكر هخرج زي من الورطة دي انا لازم اخرج من السراية حالة وما حدش يشوفني ولا يحس وخصوصا الطور الهيج اللي بره ده هعمل في ايه وفجأة رنت في جماغها فكرة شيطانية مسكت عصاية المساحة وفتحت الباب بالراحة لقيت امير مديها دهره كلكم بجراكم امير مسك ايديها وقال لها اجيل الدموع طيه عشان هتحتاجيها قدام كتير قوي وعملتك دي مش هتعذي بخير انت ملكيش امان تعوزي لوحدك لحد ما يخلص العزب تعالي معايا وشدها من ايديها جامد واسحبها سيب ايدي انتو مناكش حق تعمل معايا كده انا حبلغ الشرطة عنكم هو ايه احتقار هو جواز بالعافية تعرفي تسكوتي شوية كلامك بيعصبني ولو عاوزة اجابة على اسئلتك ايوه احنا واخذينك احتقار وغصب عنك مش بمزاجك هتجوزك ورجلك فوق رقابتك نجوم السماء اقرب لك من اللي في دماغك وانت مش متجوز هاوز ايه مني سيب ايدي بقى واجعتني ايه متعملتش قبل كده مع بنا قدمين اه متجوز وبحبها وحتبقى هي ست البيت هنا بمزاجك او غصب عنك وانت هتكوني هنا زي اقل وحدة في السراية فوق بقى من احلامك عشان ده مش هيحصل لو قفت على طراطيف صوابعك مش هتجوزك ولو انت اخر راجل في الدنيا مش هتجوزك يا امير واللي عندك عمله ولازم تعرف انت بتتكلم مع مين انا دكتورة نورمة فاروق واخد دكتورة في الاعلام يعني مش وحدة يا جايبها من ورق جاموسة تتحكم فيها زي ما انت عاوز يا بابا مش اي حد هيقولك امين انا جيت عشان اقولك لا لا ليه مصممة تخرجي اسوأ ما فيه لملسانك وسكوتي شوية انا عمالة سيطر على غضبي وانت مصممة برضو يطلع عليك ارحمي نفسك وارحميني بدل ما غضبي يعميني وانت سلع تحصري في الاخر خفت تستق خفت يا مامي هجري استخبأ اصلي خفت موت على فكرة انا مش بخاف من التهديد واعلى مذخرة كركبه لكن جواز منك ما بتجوزش ما ترجعش تزعلي بقى وسحبها من ايديها على مخزن العلف ورمها على الارض وقفل الباب عليها لا لا امير افتح انا عندي فوبيا من الطلمة والاماكن المقفولة امير افتح بالله ليك انا بتخنق امير انتي مش قلتي اعلى ما في خيلي جزء بقصيت مني استحميلي بقى يا قطة وعندك فرين صغيرين هيلعبوا معاك لا لا فرين امير افتح بطل لعب ايالي امير انا عندي فوبيا افهم يا بني آدم سمع امير كلامها من برا ما اقول يكون عندها فوبيا بجد ولا بتتحك علي يا كالعادة على العموم انا هسيبها ساعة عشان تترب روح امي للعزة واستر الجالة واخد العزة وبعد ساعتين افتقر كلام اكمل مرة خير يا كيمو مالك صوتك في نبرة غريبة مفيش اصلي كنت بحارب النهاردة حارب مرة واحدة خير يا كبير طميني لا يكون في اللي بالي حصل والحمد لله يا ريت والله يا امير بس نور ما اتحبست في الحمام وهي جوه وكانت ليلة وإيه المشكلة يعني خيات نجار يكسر الباب صعبة دي يعني المشكلة ان احنا كنا بالليل والنور قطع وهي عندها فوبيا من الضلمة والاماكن المقفولة على بال بقى ما قسرت الباب كانت اغمى عليها والدكتور قال ان الاكسوجين نقص جامد من الخوف امير قام فجأة من مكانه جري امير بكل قوته فتح باب المغزن لأهمر مياه على الارض شالها وحضنها بكل لافا نورما نورما اسح حبيبتي ما كنتش اقصد نورما اوعد سبيني انا صدقت ملقيتك انا اول مرة قلبي يدق في حياته والله اول مرة يدق اليك والله مكان قصدي هو عندك هو السبب بطل عناد معايا انت اللي وقصلت نفسك لكده فوق بقى عشان خطري وبدأت دموعه تنزل على وشها اذا بكت المرأة على رجل فانها تحب من قلبها لكن ان بكي الرجل على المرأة فلن تجد على وجه الارض رجل يحبها مثله جري بيها بسرعة لقدتها وحطاها على السرير وكلم الدكتور يجي بدأت ليلة ام نورما تشك في غيابها فقلقت عليها معقول كل ده نورما نايمة استحالة طبعا طلعت ليلة فوق فتحت الباب لقيت امير واقف ونورما نايمة عسرير ومش بترد وامير واقف بيفوأ فيها خير يا ابني نورما مالها لا ابدا يا حاجة هي بس داخلت واضح يعني انها مكلتش حاجة طول النهار انا عارفة ان سعالها على المرحوم هيخليها تنسل في بطنها خبط الباب ودخل الدكتور ومعاه هانم خير يا ولدي مالها مرت الغالي مفيش يا امي تعبد شوية بس والدكتور هيطمننا دكتور جبت معاك جهاز ونور عشان اطمن على الجنين جبت كل حاجة زي ما امرت يا امير بيه بس السأزينكم كده احنا كتير قوي في القوضة عاوز واحدة بس معاها اه طبعا يا دكتور بس ممكن كلمة بس على جنب يا دكتور انا مش عاوزك تقول لأي حد على اي حاجة عن حالة المادام خالص عاوزك تطمنهم لكن لو في اي حاجة اقولها لي انا شرحت لك كل اللي حصل في التليفون مش عاوز حد يعرف ايه سبب الاغماء انا عاوزك تقول لهم انه هو مجرد اغماء من الحمل مش اكتر اه امي تعالين استنى برا ونسيب الدكتور يكشف عليها وهي الحاجة معاها وليه ما بجاش انا عاد اللي معاها يا امي مش وقته نور ما تعبانة وزي امها وطبيعي جدا انها تكون معاها طلعت هاني من القودة وانتصرت برا هيو امير